ايه في الان هكلمات بعدين؟ انت؟ ايوة مش نصدق ولا ايه؟ عبدالله عبدالله اخوي او صاحبي وحبيبي بالحضن يا اخوي الحمد لله على السلامة خرجت امتى؟ خرجت امتى يا اخوي؟ وحشتني وانت كمان وحشتني سنت وحشتني اكتر اخوي انا بسبب كل يوم ضميري كان بيقنبني وهي عزبني ويقول لي هادة هادة سمير انتال ليه ما بتروحش تزور اخوك حبدالله في السجن يهد روح زوره يا هاد بس الاسف اخوي الظروف كانت صعبة اوي بس اخسن بالله اخسن بالله وحشتني اخوي يعني المدة دي كلها سمير ما فكرت الشيجي التجور بخاطري كده وتزورني في ساعة واحدة في السجن ياه معقول ما شاء الله شركة حلو وقوي وكبيرة بدل بدل شيك وغالية طبعا طبعا صاحب شركة زهدية لازم يربس احلى واهل واغلى حاجة مش كده ايه تعالى يا أخوي تعالى حبيبي تعالى قعد ارتاح قعد ارتاح قولي تكن ايه؟ تسعم ايه؟ اعملك ايه؟ اعملك اعمللك ايه؟ انا نفس اعملك اى حاجة has exercica اهم حاجة ان انا سعيدة الحمد لله على السلامة حد الله انا عارف انك زعلان مني وواخد على خطرك بس اقسملك بالله الموقف كان قصع مني انا اتحططت في الظروف صعبة قوي وانا اليوم كن افكر في اي لحظة ان انا ضرك بس من صعوبة الموقف يعني كان يانا يانت ويا روح ما بعدك روح تشوفها سامير انا لا جاي عدبك ولا حسبك انا جاي بس علشان احسسك الفترة اللي انا قاعدتها في السجن تعذبت قوي يا سامير مفروض يعني لما اخرج من السجن ادور على اصحاب الهدام عشان يقفوا جنبي كل اصحاب الاتم اللي مات واللي سافر بستي ايدي وشي وظهر اني لقيتك موجود عشان تقف جنبي وتمدي لي ايدك بالخير واللي فات مات ايوة الله عليك اللي فات مات اسماع عبدالله ما تشغلش يبالك باي حاجة وما تشيلش هم اي حاجة في الدنيا انا تحتوى منك انا عارف عارف متأكد وواصق انك هتوى في جنبي انا عارف ان انت استندلت معايا زمان بس معلش الظروف كانت اقوى منك ساعات الظروف بتحكم على الواحد يباندل بس المراتي بسم الله ما شاء الله الظروف اللي انت فيها دي والساعد والهنى تخليك تقف معايا بجد ومش هتستندل معايا تاني مش كده برضه سامير بصراحة اللي باعتك حد ما قدرش اقول له لا بس الحكاية مش سهلة زي منت متخيل يعني وبعدين مقابلة الكبير تحتاج ترتيب يا كبير احنا من ايدك دي لإيدك دي بس هو يرضى عننا جربنا يا معلم جربنا ومتقلقش مننا بوعان الله هنرفع راسل بوعان الله ده انا راسي مرفوع بوعان الله من غير حاجة انت في الاخر لو نفعت انت اللي هتكسب شوف متولي ده جاي من طرف عزيز غالي راجل جميله مغرقاني عشان كده انا هقولك المفيد الباشا بتاعنا في الشغل ما بيعرفش في الوسائل يعني تدفع تاخد تبيع الفرق حلال عليك طبعا يا معلم ده كلام سليم وانا موافق عليه يعني انت معاك فلوس بقى انا جاي اتكلم وخلاص عايز كاد اللي يبتدي بمية وخمسين الف كويس معاك لغاية مليون مليون ايه مليون ايه مليون ايه مليون ايه انتو مالكنتو يا صرف اعجبهم من ايه قلت يا معلم معاك لغاية مليون انا هقول للباشا وهو اللي هيحدد وانت ونصيبك بس يكون فعلنا لو قال امين فلوسك تبقى عندي في معادها تزبط هتتبسط تمام يا معلم وانا قدي القول ينفح تديني اسبوع واحد عاشرة ايام يوم زيادة بعديهم ما تجيش وانا عنده قول يا معلم هو اسبوع واحد بس وانا عنده قول انا كمان عاشرة لو جيت بعد اسبوع اعمل لك اوفر ابو مليون ادولك بتسعمية عشان انت صدقت بس استبانا معلمة بس انا معلم لما اغزاني كان ليا شرط ايه انا نفسي قبل الكبير اهلا طب نشتغل الاول وبعد كده نبقى نتكلم ونشوف حكاية الكبير ماشي بالاذن يا شباب عالجوها مع بعديد زي الفل ان شاء الله فل ايه يا عما احمد زي الفل ان شاء الله فل ايه يا عما احمد تجيلي تشرب يا الله بينا تخربها تعالى بس يا احمد هنا فاقتعان اتولي يا عمي فاهمنا مليون جنيه بتتكلم عليه احنا عين ناكل ازاس هنا ما تقلقش يا احمد تعرفوا لو مجبتش مليون جنيه دول في خلال عشرة يام الا يأصل خاصة من بالله يصفوق هنا نظافوا مين مسي عمل طولي يا مأساك انت كبان هتشوف هتشوف كلامي عادل لو الان ابعد انت كل اخر مرة بقول لك استنعى الان عليك ها بقول لك رسيني طب انت عايز تعمليه ولو عارفت انا معاك في اي حاجة انا هاجب لك خمس تلاف جنيه هتديهم لأي محايا يعمل لها السجل لتجاري لأي شركة باسي بتاريخ اديه بس شركة دي لازم تكون معروفة ومشهورة تهمت؟ مش فيما يا حاجة معلش مشهم بتفهم بروقتي اعمل لها بقول لك عليه وبعدين هاي بفهمك يا صحي نو بينا اعمل لك شوية عصير لمونية لو اقول لك دمك هادي حديش لا احبتش عايزة انت مكلتش اي حاجة مليش نفسها محدش هيعالكو يا كمال يا لو مدفعناش الفلوس حيموت والله يا بنت ان شاء الله حيبقى قويس هدي نفسك انت بس مين جاي السعادة؟ اخو جوزي اتصل بيا وقال انو حييتكلم معايا في موضوع الورث السلام عليكم وعليكم السلام جيت في معادك خير يا كمال يا مكلمتك قال ايدنا اخو جوزي جاييتكلم معايا في موضوع الورث عايزك تبقى واقف دمبي ونشوف حيقول ايه وانا هتحت امرك مفضل 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 ازيك مونة؟ ازيك مجلاة؟ كاميليا عايز لي تحييي وما انت لي مولتش لأحمد؟ عشان لو كنت قلت له مكنتش حخص من سيدة وبعدين مالو عم جمال هو دقيق في حاجة؟ لا خالص انوالت حاجة مفضل في ايه يا نجلة؟ صحيحة من اين دا يعني حط عم جمال في الدماغ؟ دا انت حتى بتحبيه؟ ولا حطة ولا حاجة بس مش مرتحاله كده وانت مش شايفة شكله لابس ملون وسبخ شعر و ايه دا؟ مش عارفة صحيحة شكله غريب او فيه شكله غريب ايه شكله غريب ايه ماذا كمانة؟ الحمد الله كويس طرى كاماليا ارمالة اخوية موجودة؟ اه 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 افضل بفق افضل طبعا اذا كان جلال الحمد لله البقاء لله يا اخي او نعم بالله افضل في الصالون اذا كامون انا مش عارفة بكر هالراجل ده ليه؟ اه ام انا بصراحة مش فاهمة قوي الحقيقة هو صعب قوي ان اكلم اي حد من اللي بيشتغلوا عندي بنفسي طبعا مفروض فيه سيكرتاريا هي اللي بتقوم بالدور ده بس انا الحقيقة احس انك رهي يا اولي يعني بشورك دايما قلبانة ومتودرة فقلت لازم اكلمك بنفسي عشان اطمنك بصراحة يا استاذ متحت انا ببقى متطمنة وانا معك لا ما تقلقش انا جاية زي ما عدت حضرتك هيجي يعني هيجي اوكي باي باي الراجل ده مش محترم ما انا عارفة ولما اتي عارفة بتكلميه كده لي موسيقى موسيقى